اشتركوا في القناة امتدى الإعلام العربي الثامن نقدمها لكم من دبي وتقدم على تليفزيون بي بي سي العربي على برنامج أجندة مفتوحة على إذاعة بي بي سي على برنامج حديث الساعة وإيضا على بي بي سي ارابيك دوت كوم منذ أسابيع توجه النائب والسياسي اللبناني وليد جنبلاط لأداء واجب العزاء في إحدى القرى وأثناء الحديث قام أحد الأشخاص بتسجيل هذا الحوار الدائر على تليفون محمول وبعد لحظات انتقلت مقاطع من هذا الحديث إلى شبكة الانترنت وإلى محطات تليفزيونية وتسبب هذا الأمر في جدل سياسي وحراج سياسي ونوع من التوتر السياسي في لبنان في أعقاب هذه الملاحظات التي نقلت تم تسوية المسألة لكن في الوقت ذاته أيضا كانت هناك في بريطانيا مشكلة أخرى في أعقاب المظاهرات أو أثناء المظاهرات التي حدثت في قمة العشرين توفي شخص في المظاهرات وفي البداية كان التصور أنها كانت أزمة قلبية لكن تسرب مقطع فيديو إلى صحيفة الجارديان البريطانية هذا المقطع كشف أن الشخص الذي توفي أثناء المظاهرات كان بائع صحب متوجها إلى منزله ولم يكن لها علاقة بالمظاهرات وحدث اعتداء عليه من قبل أحد رجال الشرطة ضربه بهراوة دقائق قبل أن يتوفى هذان المثالان يوضحان بشكل كبير الدور الذي تلعبه وسائل نقل المعلومات الحديثة والطرق الجديدة في تبادل المعلومات وربما يكون المثالان منطلقا جيدا للحديث عن الإعلام الجديد الشبكات الإلكترونية الجديدة الشبكات المجتمعية الجديدة وأيضا عن دور الإعلام التقليدي وممثلي معنا باقى من الضيوف سأقدمهم لكم لكن بعد أن أشاهد هذا التقرير من بي بي سي عن بعض هذه النماذج وجد إيان توملينسون نفسه ملقا على الأرض بعد دفعه من قبل الشرطة البريطانية وبعد ذلك فارق الحياة هل الشرطة مسؤولة عن موته كما أوضح فحص طبي أفاد أنه توفي إثر نزيف داخلي أم كما أوضح فحص آخر أنه توفي إثر أزمة قلبية الجدير بالذكر أن هناك فحص آخر تم إجراؤه ولكن لم يتم الإعلان عن نتائجه بعد لم يكن ذلك الحادث الوحيد في مظاهرات قمة مجموعة العشرين التي عقدت بلندن ولكن هناك حادثة أخرى ادعت فيها نيكولا فيشر أن أحد ضباط الشرطة صفعها على وشها وحدثت لها كدمات نتيجة تلقيها ضربات من الشرطة تلك الدلائل جاءت من قبل مواطنين عاديين قاموا بتصوير الحادثين من خلال كاميرات الهواتف النقالة ووضعوها على موقع اليوتيوب كما وضعوا صورا أخرى على موقع جريدة الجارديون البريطانية ولولا تلك الصور لما أسيرت القضية من الأصل حول مسؤولية الشرطة وحدود حريات المواطن والعلاقة بينهما تم توقيف الضابطين المرتبطين بالقضيتين عن العمل إلى أن تنتهي التحقيقات التي تقوم بها لجنة تحقيق المستقلة وتصلت تلك الحوادث الضوء على دور المحتوى المعد من قبل المستخدم في تحريك الأطراف المعنية للوقوف على الحقائق مقاطع فيديو يبدو أنها ستغير المشهد الإعلامي كما يعرفه لكن قبل أن ندخل في النقاش اسمحوا لي أن أقدم ضيوفنا اليوم عصام حمود المدون الجزائري وكما يعرف نفسه على البلوج الذي كتبته في خمسة مايو أنت أصغر المشاركين معنا اليوم وربما الممثل الوحيد للمدونين أعرف عنك حاجات كثيرة غير كذا أنت تشرب شاي وتحب الغريبية من قراءة المدونة معنا أيضا السيد حسني الخفش حسني أنت رئيس تنفيذي لجوجل الإمارات أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة وجهات نظر السيد سلطان البازعي رئيس تنفيذي لشركة الطارق للإعلام والدكتور عمار بكار مدير الإعلام الجديد في مجموعة MBC عصام أبدأ بك باعتبارك أصغر المتحدثين والممثل الوحيد على المنصة للإعلاميين الجدد شاهدت التقارير التي تحدثنا عنها وأشرت في مدونتك إلى بعض هذه المقاطع والنماذج التي انتشرت في شبكة الإنترنت قبل أن تنتشر أحيانا في وسائل الإعلام التقليدية ما هو تقييمك لهذا النوع من المقاطع؟ هل تثق في أي مقطع فيديو تراه على شبكة الإنترنت؟ هل تدعو المستخدمين لثقة فيه؟ تقريباً هذا المقطع يشرح نفسه بنفسه يعني لا يوجد هناك كذب في هذا المقطع ما نشاهده الآن هو تصوير حي ما الذي سيؤدي للتشكيك في هذا المقطع؟ يعني هل تعتقد أنه ممكن يكون سياق ممكن يكون فيه سياق آخر؟ لا لم نشاهده؟ يعني بعض التعليقات التي نشرت على المقطع بالتحديد الخاص بإن توملسون تقول أنه الرجل يعني لم يكن متوجهاً أو لم يكن يفرغ الطريق أو يفسخه بالشكل الذي كانت تريده الشرطة بسرعة الضربة في رأي بعض من شاهده لم تكن قوية بما يكفي أن تسبب وفاته البعض يشكك في أنه مشاهدة جزء صغير من مقطع لا يعطي مساحة كافية لفهم السياق الكامل لما حدث في حادث من هذا النوع هنا أعتقد أن هناك تدخل مشاركات أخرى هناك شهود عين أعتقد كانوا في فيلم في حدث نفسه أعتقد هناك يجب أن نلجأ إلى شهادات المواطنين نفس الذين كانوا في حدث نفسه ماذا شاهدوا كذلك بالنسبة للمقطع يعني أنا لم أشاهده لم أشاهده لم أعرف بالضبط لم أتابع أصلا يعني فلا ستعادر كيف سأجيب اسمح لي أن تقل لصحفي تقليدي أنتقل للأستاذ أيمن الصياد يعني عندما يأتيك مقطع فيديو من هذا النوع أو من نوع آخر يعني في مقاطع فيديو أخرى شهيرة في العالم العربي كان لها دور هل تتعامل معه بحرص؟ هل تعتقد أنه يكفي أن يكون المقطع يشرح نفسه بنفسه؟ دعني أولا أتحفظ على تصنيف وضعته أنت في البداية عندما وصفت عصام أنه يمثل الإعلام الجديد ووصفتني مثلا بأنني يمثل الإعلام التقليدي بداية هذه الاستقطابية أنا لست معها في الأساس لابد أن نحاول بداية أن نعرف تعريفا دقيقا ماذا نقصد بإعلام تقليدي وماذا نقصد بإعلام جديد إذا كنا أنك تحدث عن الإعلام الجديد ونقصره على المدونات وعلى تويتر وعلى اليوتيوب وما إلى ذلك أظن أنه ربما يكون قد خاننا توفيق بعد الشيء ديني تصنيفك تصنيف الإعلام ببساطة شديدة كما أن كل شيء يتطور الإعلام شيء طبيعي تماما ضرر الذي وضع نظرات التطور لم يقل أبدا بأن كل الكائنات لابد أن تتطور وأنما قال بأن كل الكائنات لابد أن تتطور من سينقارد معها هو الذي لن يواكب واقعا جديد وعصر جديد إذن ليست القضية يعني أنت شايف أن تطور إعلامي ليس بالضرورة جديد وقديم هناك جديد هناك إعلام جديد لكن هذا الإعلام الجديد ليس بالضرورة هو أن نقصره على وسائل إعلام بعينها مثلا وسائل إعلام التي تعتمد على الإنترنت أو على ما هو إلكتروني مثلا البي بي سي بماذا نصنفها؟ هل هي إعلام جديد أم إعلام قديم؟ أنا أصنفها أنها إعلام جديد لماذا؟ لأنها ببساطة شديدة وسيدة أدركت وقاء عصر جديد وعاشته بمتطلباته إذن هي إعلام جديد يعني هذا تحفظ مبدأي إذا عنا للسؤال لا أرجع للسؤال لكن قد يقودنا هذا إلى نقطة أشارها سيد سلطان البزعي في أكثر من حديث له وفي محاضرات ومدخلات سابقة في أماكن أخرى أنت ترى أن هناك فرق جوهري إذا لم تخطئني الذاكرة في من يقدم هذا الإعلام؟ شكرا على الحساب أنا أعتقد أن المسألة توصف الإعلام الجديد هو أولاً إعلام هناك رسالة إعلامية الجديد فيه ليست الوسائل فقط الوسائل الآن هي الوسائل الرقمية واقع الأمر ما حدث هو انقلاب في المعادلة الإعلامية في نظرية الاتصال تعودنا أن نعرف أن هناك مرسل ورسالة ومستقبل والمستقبل هو القراء للمجموعة الناس ويتكرم بعض منظر الاتصال عليهم أحياناً بالسماح بما يسمى رجع الصدى والفيدباك والذي ينشر في بعض الصحف كرسائل للمحرم رسائل القراء أو برامج يصطب فيها الجمهور والذي حدث الآن هو أن المستقبل أصبح مرسل وأصبح هناك ما يعرف بالمحتوى المعد من المرسل هذا الذي جعل كل من يملك وسيلة اتصال